تحدثتم عن الآية التي دائما تثير هذا الجدل للذكر مثل حظ الأنتيين هناك من يقول بأنه هذا كمن يقول ويل للمصلي لأنه يطالبونكم بإكمال الآية بآية فريضة من الله والله عليم حكيم بمعنى كما يقول الفقهاء وأنا ألبس جبة الفقه في هذا النقاش يعني في الإرت هو العلم الوحيد في القرآن الذي تكفر الله سبحانه وتعالى بتفصيله وحذر من يتعدى حدوده في هذا المجال أنتم تتعدون حدود الله هناك حديث نبوية الحديث النبوي الشهير لله ما أعطى إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا وصية لوارث هذا يعني حديث نبوي واضح جميع تقريبا الآيات التي الخاصة بالميراث متبوعة بصفة الخالب بصفة الخالب العلم والحكمة بمعنى هذا لأن الله سبحانه وتقسم الأنصاب والمواريد لحكمة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى هي في إطار واقع لم يعد موجودا ده بغير فهم ليش كنت أقول لك هذا الشي كله لك تقول لها رهم زيان نظام الإرت الإسلامي نظام عاديل ولكن رد لي الواقع فاش ظهر وأنا غنضمن لك أن نعمري معنا من السلطة تابتا على واقع متحرك وهذا غير ممكن المرأة اليوم تعيل أسر 19% دي الأسر المغربية وحدها زيد عليها عدد الأسر التي يعيلها الرجل والمرأة في المال دي المرأة أيضا ما حال ستوصل؟ واش 65% لـ 70% هذا واقع عمره مكان في تاريخ الإسلام كله عمره مكان هل بسبب النصوص الدينية؟ لا أم بسبب الواقع؟ لا الواقع تغير الواقع تغير انتدى بلّك تجيب لي الآيات وكس قل لي قطعية الدلالة واش نجيب لك اللائحة الطاويلة دي الآيات القطعية الدلالة الواضحة التابتة لما بقتها واحد كي يعمل بها وعلش هد الناس ميجاوبوناش أسيدي هذا المجهود لك تدير باش تدافع لها للذكر مثل حد الأنتين ديروا باش تدافع لها قطعية السارق ديروا باش تدافع لجميع النصوص الأخرى اللي واضحة في القرآن هايا غير هادي قرنة في بيوتكن دبا من ينجاولوا برلمان وعمروه بالنساء ذي البي جي دي فين مشت الآية قرنة في بيوتكن جميع علماء الإسلام بالإجماع حتى القرن العشرين عادت غيروا موقفهم من يردون على هذا الكلام أشكي قولوا أشكي قولوا جميع فقاء المسلمين كي يقولك هذه الآية نزلت في نساء النبي ثم كيضيف وتنطبقوا على سائر نساء مسلمين ومشوا وطبقوا على الجميع هادي الناس هادي واخدوا النساء ديروا محطون في البرلمان واش ما كيحترموش القرآن هادي قطعية الدلالة واضحة ها سيدي والغريب أن ابن كي يقولهم ترييات أن أحسن ما في المرأة هنها تكون ترييدي للدار يوردهم ترييات ودخلهم للضيور من يردون على هذا الكلام فيما يخص ظلم النصو تفضل آخر شيء وقع غير هذه الأيام وما تحركوا ما داروا وعليش ما ينزلوا للشارع شهادة المرأة لا تساوي شهادة الرجل في الفقه الإسلامي هي نصف شهادة في الأموال نصف شهادة ها والآن الدولة ساوت شهادة المرأة في نومة في نومة آية القطعية آية واضحة كتقول لك أن لغة شهادة المرأة أخصم يكون جوج لكي تذكر إحداهم الأخرى أي واضحة ما قالوا ولو وكيف أشغر لي ده بغى نشرح لك عليش كيتحركوا غير في اللي الدكرة لأن الأمر لا يتعلق بالدين ولا للإسلام الأمر يتعلق بالامتيازات الاقتصادية للذكر الرجال ما مستعدينش يتخلوا على امتيازات واقع الحال ما مستعدينش بغين يبقوا يكلوا حق خوتتهم وحق النساء دي العائدة دي من يردون على هذا الكلام وهذا العقلية الدكورية هي الإخصة الضغية ومن تنسوش تابنوا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة